اشتركوا في القناة بروف خمسة وعشرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا نواصل معكم سلسلة تمادي دراسة الدول الآن تمادي رقم عشرة اذا فهنا نحاول نشاهد كيفاش نبين بان واحد المستقيم محور تمادي المنحانة. اذا نبدأ بحيzy صعريف الأدلا نضي ذاتي .668 لدينا جدر. ما بداخل الجدر يكون اكبر او يساوي صفر. مترجحة من الدرجة الثانية إذا الإشارة لها لحديد الحل لها لحسن ضروري من درجة دول الإشارة إذا هذه الحل المعادلة إذا أخذنا نعمل بx يبقى لي في الحد الأول واحد وفي الحد الثاني يبقى لنا x يساوي 0 جودة يساوي 0 إذا إما x تساوي لنا 0 أو 1 ناقص x تساوي 0 إذا x تساوي 0 أو x تساوي 1 إذا سنضع جدول x ناقص لنهاية زائد لنهاية جودة بالترتيب وهنا سنضع ناقص x كاري زائد x دائما نبدأ بالحديد الأكبر درجة إذا هذه حدودية من الدرجة الثانية تقبل حلين إذا خارج الجدرين يكون إشارة A إشارة A في الحالة هي ناقص 1 ناقص x كاري أي ناقص 1 يعني إشارة سريبة إذا ناقص ناقص وما بداخل الجدرين حكس إشارة A إذا بما أنها تتعبير أكبر أو تساوي 0 يعني كنا ناخد المجال الموجر إذا دي دية الأف سفر واحد بما أنه أكبر أو تساوي سفر يعني لبغد داخلين يعني السفر الواحد داخلين في المجال أو من بين الحلول إذا ندرس سوف ندرس السؤال لنا بيّن أن المستقيم x كاري تساوي لنا 1 لجوج محور تماثل للمنحنة الصيف الممثل للدهلة نشوف الخاصية ومن بعد ندرس لتطبيق الخاصية إذا الخاصية تقول لتكون إفدال العدد مغرف على الده وصي منحنة في معلوم متعام بمنظام إذن يكون المستقيم دول معادلة x تساوي لنا A محور تماثل للمنحنة إذا وفقت إذا كان لكل x لدينا جوج A ناقص x و F A ناقص x إذن باش يكون لدينا واحد المستقيم للمعادلة لدينا تكتبع لشكل x يكون محور تماثل للمنحنة يجب أن تحقق لنا جوج ديال الشرط الشرط الأول هو تكون جوج A ناقص X لدينا لكل X هذا الشرط الأول والشرط الثاني يجب أن يكون F إذا سوف ترى هل الشرط محقق في الحالة التي ندرسها إذا نبدأ الشرط الأول إذا أول نجد ديال F يجب أن 0 1 إذا الشرط الأول يقول كل X من ديال F أي 0 1 خصوص A ن学 A 1 X نعم A نعم 1 ناقص اكس اذا سنرى 1 ناقص اكس واذا تنتامي للسفر واحد يعني واذا تنتامي لما جعل هذا اذا لدينا اكس تنتامي للسفر واحد ماذا تعني؟ ان اكس محصورة بين السفر والواحد اذا سنحاول نقطر هذا التعبير نسلقاها محصورة بين السفر والواحد اذا اذا نضرب ناقص اكس نضربه في ناقص واحد طرفي الحدودية اذا ناقص اكس اذا نضرب في ناقص نظرب اكس واحد وهنا السفر ومن بعد نضيف الأقص الواحد الطرفي هذه المتعرجحة إذا نضيف الواحد إذن واحد ناقص واحد صغر من واحد ناقص اكس صغر من واحد زائد صفر إذن صفر واحد ناقص اكس وهنا واحد وبالتالي الخينا بأنه إذن واحد ناقص اكس كنت نتعمي للدي دي ديال اف إذن الشرط الأول محقق الآن دا بشرط ثاني اللي هو اف ديال جوج ا ناقص اكس وش كنت تساوي لنا اف ديال اكس إذن احنا نشتغلنا اف ديال جوج ا ولا جوج ا ناقص اكس هي واحد ناقص اكس إذن كنحسبو اف ديال واحد ناقص اكس كنعوضوها في الدالة الدالة تساوي ماذا؟ الدالة تساوي لنا الجذر ديال اكس ناقص اكس كاري إذن هنشتغلوها في مالقيش اكس هنعوضوها بواحد ناقص اكس إذن واحد ناقص اكس ناقص واحد ناقص اكس كل اساتنا نحاول ننشره التعبير اللي كين داخل الجذر إذن عندنا واحد ناقص اكس ناقص واحد ناقص اكس بوكاري مستطابقة هنما هي واحد ناقص جوج اكس زائد اكس كاري نحيضو الاقواص اللي كين داخل الجذر إذن عندنا واحد ناقص اكس عدنا ناقص إذا الإشارة ديال الحدود ستتبدل ستقولي ناقص واحد زائد جوج اكس ناقص مع الزائد ستقولي ناقص اكس كاري ستقولي ناقص واحد ناقص واحد ناقص اكس زائد جوج اكس هي اكس ناقص اكس كاري والتعبير هذا هو اف ديال اكس وبالتالي الشرط الثاني كذلك محقق إذن نتيجة اكس كتسابي لنا واحد العزوج محور تناتل للملحنة ساف